حذر وزير الخارجية محمد الحضرم من انهيار خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط خام ما سيؤدي إلى كارثة بيئية وخيمة على اليمن والمنطقة والعالم بسبب رفض مليشيات الحوثنين قلابية سماحة لخبراء الأمم المتحدة من الوصول للخزان وتفريغه وصيانته وقال في كلمة اليمن بالاجتماع الوزاري لمنتدى تعاون العربي الصيني أن اليمن تقدم أو تتقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لبحث وحل هذه القضية الملحة وفصلها عن بقية القضايا المدرجة في مقترحات المبعوث الأممي الخاص لليمن وتطرق الحضرم إلى آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والمعاناة الإنسانية الكبيرة نتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على الشرعية الدسورية وأشارها إلى أن الحكومة سعت منذ وقت مبكر لإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهو ما قوبل بتعنت ورفض من قبل المليشيا لتلك المبادرات وظلت مستمرة في انتهاكاتها العنصرية والإرهابية على أبناء الشعب اليمني وجيرانه ولفت أن العمل العربي الصيني المشترك يأتي تتويجا لمبادرات قياداتنا والعقود من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك كما سليتنا جميعا أن نسعى لتعزيز دور المنتدى وتنفيذ مخرجاته في مختلف الجوانب وإثرائه بالأفكار والرؤى المبتكرة من أجل شراكة كاملة في شتى المجالات وتطرق إلى خطورة جائحة فيروس كورونا الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير دون تسييس والذي لا يؤثر فقط على شعوب بحد عينها بل على البشرية جمعا منوها بجهود الحكومة الصينية والتدابير التي اتخذتها منذ الوهلة الأولى للحد من انتشار الفيروس وثمن الدعم الذي يقدمه الأشقاء والأصدقاء لتعزيز دور القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها الكارثية على كافة المستويات في اليمن وأكد على أهمية مواصلة تعزي علاقات الشراكة والاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بغية تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك وأهمية إقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل العدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبما يساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأهمية التعاون العربية الصينية لتحقيق السلم والأمن الدولي الصينية بقا مستعمل الآن